يعني اللي بيقول كلمات فردية وما بيعملش جمل لا يبقى عمره اللغوي عام واحد من عامين وثمانتو شهر يبقى التأخير حوالي سنة ونص المفروض سنتين وثمان شهور دول يقول كلمة يقول جملة من ثلاث كلمات ماما عاوز مام تلاتة تلاتة في اللي عنده سنتين ونص طيب يبقى هنا هنعمل ايه هندي اهمية قوي ويريد كل الاسر تخلي بالها من التاريخ المرضي هنا لازم الحملة والولادة وايام الطفولة الاولى نعرف ايه اللي حصل فيه وبعدين الاطفال دي هتتقيم يعني ايه تتقيم دايما علاج التخاطب ما بيبقاش كده من البق لأ بنعوز نحط خطة مبنية على ارقام حسابية يعني ايه ما اقولش يعني هو مثلا انا قلت سنتين ونقل ان الطفل ده عمره اللغوي عام لا اختبار اللغة يقول لا ده 14 شهر يعني لو كان الطبيب في الاول بالسنة لا الاختبارات بتقول بالشهر ده عمره اللغوي ملوش ضعب عمره الجسدي يعني لا هو كده عمره اللغوي بعيد عن عمره الزمني بكتير بسنة ونص ده من كلام الاب انا ما شفتش بالعلاج بيبقى ازاي يا دكتور يعني الاب ده يروح فين يروح فين حقا يروح فين يعني اقرب مكان ليه بس يقابل طبيب امراض تخاطب عشان طبيب امراض التخاطب هو اللي عارف يعمل ايه هياخد التاريخ المرضي يعمل الطفل يكشف على الطفل ويكشف المسار الفمي كله ومسار الصوتي كله يعمل ما يلزم من اختبارات يعني يعمل اختبار اللغة ضروري اختبار الزكاء السمع السمع ده وجوبي يعني ايه وجوبي هي احنا مخيرين في التطعيمات ولا وجوبية وجوبية يعني لازم تتعامل كذلك اختبار السمع لان ساعات الاب يقول لي او الاسرة يعني يقوله للطفل بيسمع ما ينفعش في السمع اللي ينطبع ابدا لازم القياس يعني لازم يا دكتور النهاردة في اول اسبوع من الولادة ما فيش حاجة اسمعها مفضيتش هروح اعمل للواد او للبيت اختبار سمع صح كده وزارة الصحة بتقدم اختبار السمع ده مجانا في اول اعتقد من اول يوم شيء طيب جدا الحرك اشارتي الي هو فيه طفل ما بتطلع لهش شهادة ميلاد لا بتطلع لأي طفل لازم تولد وتطلع لهش شهادة ميلاد في الناحية الاولى نحية المزللة من شهادة الميلاد بيبقى بيانات الاب والام لو قلبنا الناحية التانية هنلاقي على ايدنا اليمين التطعيمات وموعدها وهنلاقي الناحية التانية من نفس الظهر لشهادة الميلاد حاجتين فحص السمع وفحص الغدة الضرقية اللي بتعمل في كعب رجل الطفل يبقى اهو تلات حاجات زي ما حضرتك قلت في اليوم الاول او ما يعديش يومين تلاتة الاو يكون ده كله تعمل ما بناخدش في السمع بالانطباع ابدا وبعد كده نيجي للعلاج العلاج اللي هو تدريبات التخاطب تدريبات الام تعمل ايه الطبيب المتخصص يعمل ايه ايه الحاجة المهمة كمان المجتمع يعني ايه المجتمع الحضانة تفيد جدا العيال اللي في الولاد الجران حتى الاطفال اللي في النادي اللي في الملاهي يعني احنا بنقول الطفل يعوز طفل يعني لازم يروح مكان جماعي يعني زي الحضانة وبنقول للأهل شوية ارشادات ازاي ينموا لغة الطفل في المنزل طيب وقام عن جلسات التخاطب هتبقى تخاطب بس ولا تخاطب وتنمية مهارات ولا تخاطب وتعديل سلوك كل ده مبني على التقييم الاولان